الصالحون لا تخطئهم العين بحياتهم تتنزل البركات ولموتهم تهتز أقطار الدنيا والسماوات كيف لا وهم بركات الأرض ورحمات الله ووراث الأنبياء في فاجعة جديدة من فواجع الدهر استقبلت ليبيا أمس نبأ وفاة واحد من بركاتها وصالحيها حسنة الجغبوب ووليها الصالح وعالمها الجليل ومربيها الناصح الحكيم الكريم شيخ الزاوية السنوسية العامرة وحامل لواء منهج طريقتها الخالدة الشيخ الأجل محمد نصيب الشاعر رحمه الله ولد فقد الأمة الليبية والإسلامية في واحة الجغبوب عام 1935 وتربى في كنف والديه الكريمين الذين أرضعاه لبان التقوى والصلاح فتعلم القرآن وحفظه شابا ثم التحق بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي الديني في البيضة سنة 1953 فكان ضمن أول دفعة تخرجت فيه التحق بعد ذلك بكلية الشريعة في جامعة السيد محمد بن علي السنوسي وكان من بين الطلبة المتفوقين فكرم بأداء فريضة الحج رفقة شيخه الملك الصالح إدريس السنوسي رحمه الله بعد افتتاح قسم الدراسات العليا بالجغبوب التحق فقيدنا به ونال درجة الماجستير حاول السفر لإكمال درسته بالأزهر الشريف لكن بعد استشارة الملك طيب الله ثراه طلب منه البقاء في الجغبوب لأهمية وجوده بها بعد انقلاب سبتمبر أغلق المعهد الديني بالجغبوب فعين الشيخ مديرا لمدرسة الجغبوب الإعدادية وفي أواخر السبعينيات أقيل من الخدمة باعتباره واحدا من رموز الحركة السنوسية ليبدأ مسيرة مريرة تكررت فيها الاعتقالات والمضايقات أعتقل الشيخ أكثر من سبع مرات في مراكز اعتقال مختلفة ولمدد متفاوتة انتد آخرها إلى سبع سنوات قضاها في سجن بوسليم وهو ما قلل من الإفادة منه في هذه الفترة من عمره التي كانت مرحلة البذل والعطاء لكنه مع ذلك أجاز عددا لا بأس به في القرآن وعلومه والطريقة بعد إطلاق صراحه عام 2002 عاد الشيخ محمد نصيب إلى بيته ومسقط رأسه بالجغبوب يستقبل الضيوف من كافة أنحاء البلاد ساهرا على خدمتهم لما عرف به من كرم الضيافة وحسن السمت وسمو الخلق لب شيخنا وبركتنا نداء ربه بعد عمر مبارك عامر بالطعاط حافل بالقربات دام 86 عاما وإن إذن عالي ليبيا شيخ محمد نصيب لنتضرع إلى الله سبحانه أن يتغمد فقيدنا برحمته وأن يجعل الجنة مستقره ومتقلبه وأن يجازيه عما قدم وبذل أحسن الجزاء